في إطار دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا والساحل على وجه الخصوص الجزائر تفي بتعهدتها والتزاماتها تجاه القارة الصمراء الرئيس عبد المجيد تبون وخلال كلمته عبر التحاضر المرئي عن بعد بمناسبة الاجتماع الحادي والأربعين للجنة توجيه لرؤساء الدول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي نيباد بعث برؤية الجزائر بهدف إنشاء مناطق حرة للتبادل بينها وبين أشقائها بداية من موريتانيا تونس وليبيا وكذا مالي ونيجر مشروع يعكس مدى تمسك الجزائر بضرورة الوصول إلى تحقيق تنمية فعلية بكل أشكالها في القارة وتحقيق الأمن والسلم الإفريقية في نظرة تنموية لمناطق الفضاء الجيوستراتيجي للجزائر بالنظر إلى تفعيل منطقة التبادل الحر للإفريق الأفروعربية وكذلك يأتي في ظل مقاربة الجزائر الداعية دوم إلى تغليب المقاربة التنموية لحسب المقاربة الأمنية الصلبة التي من شأنها أن تعزز مواقع الدول الفاعلة في الفضاء الجيوستراتيجي للجزائر في المجال الاقتصادي الجزائر التي تلعب دورا إقليميا فعالا في دفع عجلة التنمية الإفريقية تفاعل اليوم مقاربات اقتصادية كمحدد مهم في العلاقات الدولية الراهنة تجاه العمق الإفريقي من خلال إطلاقها مشاريع كبرى ذات بعد قاريا على غرار طريق العابر للصحراء الرابط بين الست دول إفريقية ومشروع طريق الرابط بين مدينة تيندوف في الجزائر ومدينة تزويرات بموريتانيا مساعي الجزائر المساعدة هو الجوار الإقليمي خاصة منها التي تعاني من أزمات اقتصادية وكذلك أزمات أمنية على الرغم من وجود تشويش لأدوار الجزائر في الفضاء الجغرافي أو الجيوستراتيجي لمنطقة السحر الإفريقي حركية جزائرية نشطة في إفريقيا على كل الأصعدة مسعاها الأول وضع القارة جمعاء في مكانتها الصحيحة التي تستحقها وإعلاء صوتها على المستوى الدولي باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين في إفريقيا وفاعلاً أساسياً في تنويتها